أكثر من عشرة أعوام قضاها المواطن السوداني الطبيب مرغني في جمع المال لكي يحج به إلى بيت الله الحرام حتى كتب الله له التوفيق في هذا الموسم ورفقته زوجته في رحلة مضنية من وسط السودان الذي تدور فيه رحى الحرب إلى بورت سودان على البحر الأحمر ثم ميناء سواكن الذي عبر منه إلى أرض الحرامين الطبيب حارب الحرب للإسرار على الحج لكي يحظى بسلام نفسي بالمشاعر المقدسة متابعة سلت والشوق طريقي جيت من فج عميقي إن من أركان ديني حجة البيت العتيقي في الظروف العادية ربنا مؤفعنا حسن الحمد لله في الظروف الصعبة ربنا وفقنا ونشكر الله على هذا التوفيق لهذا الرجل السوداني فرحتان فرحة بخروجه من ولاية الجزيرة حيث تدور الحرب سالما إلى البحر الأحمر ليغادر إلى الحج وفرحة بإكمال تكاليف الحج بعد عوام من السعي لجمعها وإكمالها طلعت من الجزيرة والله نسبة لمشاكل الحرب يعني خضنا مشاكل كثيرة مع النازل والحمد لله يصلنا يعني عساس على أساس أنه نحصل الموسم إذا الحج ما يفوتنا جمعة القروج دي عن شغل بتاع عرق بتاع ضراء يعني أنا شغال أعمال حراء الحمد لله وتوفيقه جمعة القروج دي من 2016 أنا قاعد بجمع في القروج ومهم مرة تنتهي ومرة تجي ومرة تنفسي كذا وبفضل إلى هذا الموسم ربنا منى عليه وقدرت أجمع المبلغ ذلك والحمد لله أهجيت الحج الطيب تيسر له الحج مع زوجته التي كانت في الانتظار عيضا انتظار أثمر بتوفيق الله ثم صدق النوايا وكان الجزاء أنهما الآن ضمن أفواج الحجاج السودانيين ولد النبي أنا بقولي نحسنا بأي مش مشاغة احنا نقول نصل لنبي بعيزنا البلد بقناة دي الفريدة إلا الدرب كان متعب الله الله التارب متعب الله إن الصباح يعني بسافات بعيدة بالتراب حد الله بسهل الله البلد نصلح حاله فرحة الطيب فرح لها العديد من الأهل والمرافقين الذين حملوه بطلبات كثيرة طلبات لم تخرج عن الدعاء لسلامة واستقرار الوطن وأن يكونوا هم ضمن ضيوف الرحمن في الأعوام اللاحقة نواصلون ندعو علينا ربنا نواصلهم بالسلامة ويدعو نصلح حال البلد إن شاء الله بعد انتظار الأعوام كان الموعد مع حج هذا العام موعد نيسره الله في ظروف الحرب لحكمة وأذن الله له بزيارة بيته هبة ونعمة هو يعبد الرحمن للقناة السعودية من داخل ميناء الأمير عثمان ديقنا مدينة سواكن على البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر